نحن نستنكر مواقع في انتخابات تامن بشوتنبير وأنه كانت تراجع ديمقراطي كبير ولكن لو تريد أن تتكلم بالمنطقة الدولة نحن لا نريد أن تتكلم بالمنطقة الدولة لكن الدولة كذلك لها حساباتها و لها تقديراتها كانت تراجع ديمقراطي ولكن يجب أن لا تصويت عقابي ناتج على تدبير حكومي لم يكن في المستوى غير صحيح لا يمكن أن نعتبر مواقع في من يقول بأنه مواقع في تامن شوتنبير التصويت عقابي هذا يعني يغفل عيني على مواقع خلال هذا اليوم وقبله في تدبير الانتخابات كيف ضبرت الإدارة الانتخابات وكيف استخدمت الأموال وكيف يعني لم تسلم محاضر هذا مهم جدا لأن الناس يمشون النتيجة شوف كيف وصلنا إلى هذه النتيجة ولكن قيادات أصدية من داخل الحزب هذا ما نفسه والتجربة أفشلت نفسها يعني من خلال الممارسة في الحكومة أعدم قدرة على مجموعة من الأمور مثلا ما كانت مرات وخما كونش بغيت أن نوصلوا لهذه النقطة لا أخبري الله أفهم هي مجيدة احتل بدا معك بعدها بالتجربتك في النقابة وعاد نشوفها لكن مش مشكلة نعرجو عليها وبعد ذلك نعود المسألة مثلاً ثلاثة دي الهزات اللي كان نعرفهم حزب العدل والتنمية أولاً فشكل الإعفاء دي لرئيس الحكومة سي بن كيران كان وقع داخل نقاش كبير في الحزب كانت أرأة متعددة بعد ذلك كيف كانت أرأة متعددة؟ كانت أرأة متعددة دي لأن الناس ما تقبلوش لقواعد دي الحزب لا دي لقواعد الحزب قواعد الحزب أولاً أسألكي وش عامدك إحصائي لقواعد الحزب وتقبلونا ولا تقبلوش ولا غير كثير والناس كانوا خدوا تصريحات السياتيين لا دي لن تتكلم سي بن كيران فش كانت الحكومة دي السي الاعتماني دائماً كان يدلي بتصريحات يراها الجنيه ووجب السي بن كيران هو الحق المطلق لا ولكن كان مؤثرات شا سياتي في العملية مشكل كبير ولكن لا تنسيش بين الحزب وحزب مؤسسات الناس في أحرار يعبرون من كيران وغيره له أن يدلي بأرائه ولكن القرار داخل الحزب يتخذ داخل المؤسسات والناس شاهدوا بأن هذا خوض بعد الأراء كان فيها خوض عن الحزب هذه أحكام قيمة لا أحكام قيمة لا شيء ما تعتبرين أنه أنت أحكام قيمة ما تعتبرين أنت خوضوا عنه قد يعتبروا لبعض الآخر من الحكمة إذا رجعنا للسيرة النبوية سيلقوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مونع من دخول مكا ووقع مع قريش اتفاقية على أن يرجع إلى العام قابل هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه تقدير فالمهم الكسة التي تطبيع أيضا توقيعها تسعديل عثمانية لا هذا ما توقيع توقيع وش العثمانية هو اللي جب تضيع أنت فخمعك لكن وش التطبيع قرار دي الرئيس حكومة أو دي الدولة لكن الكلام لكن الرأي دي الناس لا لا فهمت كسياتي لكن الحزب عنده قيم عنده وحد مجموعة عنده وحد مجموعة دي القيم أساسيه لبناء على الخطاب دي الر Bug قال بأن الحزب تخلى عن قيمه وأصبح مطبعا جيبي ليشي نص في النصوص دي الحزب عدل و التنمية الذي يبارك في التطبيع ويقره ولكن رئيس الحكومة ديالك ده أولا هذا كما تساير رئيس الحكومة مش رئيس حزب العدل والتنمية فقط ولكن سيسادينا سيسادي واذا باش نو جلالة الملك عيط له باش يوقع باعتباره هو لسائل على مصرح العليدي للبلاد وخاصة أمور سيادية هذا تقدير للدولة ولكن هل ماذا كنت تتطورين أن السادي العتماني سيكون يقدم استقانته يدير أزمة داخل البلاد وش هذا هو هذا هو كانوا ناس يدعون هذا الخير من عندكم من داخل الحزب لأن أراد أن يدعوه له فليدعوه لك نحن لم نشغل في بطريقة نحن لدينا مؤسسة لجتمع المجلس الوطني لجتمعات الأمان العامة ولازمنا نتكلم ونذن التطبيع شوفي البلاغات للحزب إلى يومنا هذا وحتى في المرحلة للسادي العتماني لم يصدر من حزب العدلة إلى يومنا هذا وموقفون يؤيد التطبيع ولكن الدولة عند تقديرها عيطت على رئيس الحكومة أشغيل ذلك رئيس الحكومة يدير أزمة داخل البلاد لماذا تكون أزمة داخل البلاد لا استقل ستاقل ستاقل للأتماني رئيس الدولة رئيسك اللي هو الملك يعني هو دولة بكل مؤسساتها ترى ترى هي وش على خطأ أنه في توقيع اتفاق مع كيز صيوني في مصلحة حقيقية أو متوهمة ما نحن ندخلش في هذا الشيء هذا ولكن هذا تقديرهم أشغل نديره ندخلوه في مؤسسنا مع الدولة أما الحزب فعبر في بياناته لا الأمن العام ولا المجلس الوطني عبر عن رفضه لاختراق التطبيعي ولا يزال إله من هذا ولا ما يغير من الأرجح ولكن ذلك أثر بشكل كبير لا قد يؤثر المأدب هذه السياسة أن يتأثر الناس إن لم يفهموش لأنه يعني مزيان تتنتقد اسمته حزب سياسي اللي في موقع حساس ولكن فرق ما بين تنتقد وما بين تكون تفق نفس الموقع غير في الخيارات الشخصية حامل الإنسان من يتعلق الأمر بمصالح الشخصية يبدأ يدير حسابات أخرى وينسل قيام ويصل مبادئ إلى غير ذلك أنت جلالة الملك رئيس البلاد يعيد لك تركت القرص الدولة ارتأت بأنه توقيع الاتفاق مع مكين صيوني فيه مصلحة مرتبطة بسيادة المغيب على السحراء هذا تقدير نتافق معلوم نتافق مع هذا شيء آخر ولكن في هذه الحالة ما العمل قولوا نسحبوا من الحكومة نديروا أزمة داخل البلاد ولا نتحملوه وخيكون ذلك شيء فيه ضرر لنا لأن الأحزاب السياسية لا تتحمل مسؤوليتها أحيانا حتى لو كان ذلك على حسابها في بعض الأحيان وكيمكاني كل بالأمور التي أثرت على نتائج الحزب في 2021 وهو هذا الموقف من تطبيعه وإن كنت أنا أعتقد ذلك أكيد السياسية لا لا ما نحكو لحسابها شيء كين ناس الخبراء أكاديمي اللي كيتكلم عن الموضوع كذلك أنا كنعرف البيت الداخلي أيضا يوجد شيء واحد من الخبراء الأكاديمي من دار دراسة ميدانية ومشاء درس لفوت ديالناس والأسباب على من صوته ولما نصوته ولماذا لم يصوته داخل الحزب دون أشك أنه البعض كان غاضبا من سميتون من الحزب بسبب هذا وبسبب أشياء أخرى ولكن النجزين بأنه الحزب يعني يعني ذات من ذي هذا ما أقول على أقل ما أحتلوا كانت ليس إنصافا ليس إنصافا لأن الحزب مباشرة بعد أصدر موقفا وجاءت المجلس الوطني وأصدر موقفا واضحا يعبر عن موقفه من اختلاق التطبيعي ولا يزالوا يفعلوا ذلك إله من هذا ماذا تريدون إذا بغيتونا أن نديروا أزمة في البلاد ونساحبوا في ذلك الوقت هذا ليس من حزب عدد التنمية والدولار عندها الرئيس دياله ورئيس الدولار عنده تقدير دياله وعنده سكتش دخلت العمل السياسي العمل السياسي عنده عنده الإيجابية وعنده السلبية وإن كان أريد أن يكون غلوا في البراجماتية كما أريد في الكتاب بمعنى للصحة أو غيره أن يعبر تعبير المتقف وأن المتقف الذي ينظر الأمور بمسافة مسافة غير مضغوطة بإكرهات المسؤولية ولكن لك تكون عندك إكرهات المسؤولية خاص تحمل مصالح والمفاسد ديالها وإحنا في التقافة ديالنا الشرعية والتقافة الدنيا وحتى التقافة السياسية العالمية في السياسة لا توجد مصلحة محظة ولا توجد مفسادة محظة وفي السياسة دائما تخترط المصالح بالمفاسد والمعون عليك في السياسة هو أن تكتر المصالح وأن تقليل المفاسد وانشي منك نقوله ما نقوله واشي من الفكر السياسي راح تل الفكر الأصولي علماء المسلمين تكلموا عن قاعدة تعارض لفكر لينين وفكر موطسيت وجدتهم يتحدثون بنفس اللغة طيب وخد خلنا لهذا المحور مبكرا ولكن نرجع هذا مهم هذا مهم لأنه مرتبط بالفريق هذه التفكير لا هو راه هذا الكلام طبعا نسمع نحتم القيادة أخرى في الحزب لكن على الأقل يجب الاقتناء أولا الأحزاب الإسلامية تقتنع أنها أحزاب مثلها أو أنها شأن باقي الأحزاب في ضل الأوضاع الوضع اللي عبرت عليه من خلال الممارسة العاملية أولا نحن لسنا حزب إسلاميا الأحزاب ذات المرجعي الإسلامية نحن حزب لا لأنه في الأول كان يقاتل لا الأحزاب أخرين وكان نحن استمحيني أن أضقيق نحن حزب سياسي نطارقه من المرجعي الإسلامية لا نقول بأننا حزب إسلامي لأن المغاربة كل المسلمون والدولة دولة إسلامية ونحن اجتهاد في إطار إسلام وفي إطار دولة إسلامية والاجتهاد يخضع لقاعدة تعارض المصائح لما تدخل السياسة تدخل تعارض المصائح المفاسدة لأن سياسة سياسية فن ارتكاب الأخطاء فن ارتكاب أخف الضرر فن ارتكاب الأضرار الأقل لكل فتن بالنسبة للدولة والمجتمع والآخرين نحن لدينا هذا الشيء يعني فيه مصلحة الآن هناك نحن لسنا بوحدنا الدولة الدولة لها واضح لا أهم لها بناء قوسين طيب هم لا يفكروا ويقدروا وما دروا تقدير نحن لدينا تقدير لا يمكن أن نفرض تقديرنا على كل المجتمع ولكن هذا ما يمكننا منعش بأننا نازلنا نؤكد على أننا نرفض التطبيع ونرفض اختلاق التطبيعي ولازلنا مع القضية الفلسطينية والبلاد هنا في حق تبلدنا على المساعدة لا تزالوا مع القضية الفلسطينية على اختلاف قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب ترجمة نانسي قنقر